التجارة والصناعة والسياحة صباح اليوم بنواكشوت حفلا تكريميا لأزيد من 300 شاب وشاب شاركوا في تنظيم شغال القمة قمة الاتحاد الافريقي من عقدته في بنواكشوت مطلع الشهر المنصر ويأتي هذا التكريم تذمينا لمساهمة هؤلاء الشباب في تنظيم وإنجاح القمة المذكورة يتي توزيع هذه الشهادات والمبالغ المالية على 320 شابا وشابة ساهموا في الاعداد للقمة الافريقية الحادية والثلاثين التي احتضنتها بلادنا مؤخرا وقد تلقى هؤلاء الشباب تكوين مكثبا في مجال الفندقة والطبخ وبعض الخدمات الأساسية المرتبطة بالسياحة وسيرة التجارة والصناعة والسياحة ألقت كلمة شكرت فيها الشباب المكرمين وأبلغتهم تحيات رئيس الجمهورية لهم على ما قام به من جهود أفضت إلى نجاح وتنظيم القمة هذا الحفل يتوج أو جاء لتتويج الجهود القيمة والجبارة التي قمت بها خلال الانعقاد القمة الواحدة والثلاثين للاتحاد الإفريقي لنعقدتهم في النواقشوت في يوليو الماضي والذي من خلالها شاركتم كشباب موريتانيون بجهودكم قدراتكم الإنجاحة وساهمتم الإنجاحة نشكركم على هذه الجهود وننقل لكم تحيات بخامة رئيس الجمهورية وتهنيئتكم كشباب كشباب كمواطنين ساهمتم كلكم من مكانتم بإنجاح هذا الحدث هذا الحدث الإقليمي الذي شهدت بلادنا الحمد لله والذي تكلل بنجاح أيضا الحمد لله جوانبه كاملة نختار ما الذي نقول لكم بعلنا فاخرين بكم كشباب سواء كنتم رجال أو نساء ونختار ما نقول بعلنا الشباب هو الذي يبني الدول وعنكم كي تعرفون هنا موريتان بلدنا قريب من 60% منه شباب وبالتالي معاول عليكم ياسر منتعوي بأعلنكم تبنوا هذا البلد ترفعون من شأنه السياسة حالا المتبعة والسياسة بخامة رئيس الجمهورية منذ وصوله للسلطة والقيمة التي أعطى للشباب من أجل إدماجه في الشأن الآن هي اللي خلاتنا كقطاع وصي اختاروكم من أجل عنكم تومر كموريتانيين سعود تومر هم اللي قائمين بالخدمات إذن بعض اللي كامل عددتم الخدمات بدل من سعود ومعددتم مكانكم من الدخرة أجنبية وقد نظمت هذه الدورة بالتعاون مع تركيا في مسعى من السلطات العليا إلى تكوين الشباب الموريتانيين في مجالات مهنية متعددة بغية الحد من البطالة وإشراك اليد الوطنية العاملة في بناء النهضة التنموية التي تشهدها البلاد